موسيقى سعياً للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إيجاد بديل للكهرباء قامت مجموعة من خريج كليات الهندسة بتصنيع وتطوير شواحن تعمل بالطاقة الشمسية لشحن الأجهزة المختلفة اخترنا الطاقة الشمسية لأنها أولاً طاقة متجددة نظيفة ثانياً مصر من أحسن البلاد اللي فيها الطاقة الشمسية على المستوى العالم وللجهاز مميزات عدة مميزات الجهاز بتلخص فاربع نقط أول نقطة إن هو بيشتغل بالطاقة الشمسية السريعة بمعنى إن هو بيشحن الموبايل في أقل من ساعتين ثاني نقطة إن هو في موبايل أبليكيشن بيبعث لك نوتيفكيشن لو نسيته أو لو هو الباتري بتاعته قليلة ثالث حاجة إن هو مش محتاج أي كابلات هو بيشحن أي موبايل ويرلس من غير كابلات ورابع نقطة إن هو في بلت إيم باتري فممكن تستخدمه إما في الشمس أو بالليل أو حتى جوه القوضة بتاعتك وقد سبق تصنيع الجهاز استطلاع رأي موسع لسؤال الناس عن المشاكل التي تواجههم في الباوربانكس الخاص بهم وذلك حتى يتم تصميم الجهاز بالطريقة المثلة وبدون أي عيوب إحنا بدأنا بالفكرة بإن إحنا نزلنا سألنا الناس فإحنا سألنا أكتر من 800 شخص من 12 دولة مختلفة إيه المشاكل اللي بتقابلك في شحن الأجهزة بتاعتك ولو إنت معاك باوربانك أو باوربانك بالشغل بالطاقة الشمسية إيه العيوب اللي فيه؟ واخدنا كل المشاكل دي وبدأنا نحل لها ونحطها في المنتج بتاعنا ومر الفريق بأكثر من مرحلة في تصنيع الجهاز لما بدأنا نصمم الجهاز بدأنا الأول بإحنا نرسم كل حل لإنال كل المشكلة وبعد كده عملنا نموذج أولي بيبين شكل الجهاز بعمل إزاي وبعد كده حاولنا النموذج الأولي ده للفينشت برودكت فيه كل الخصائص اللي إحنا عايزينها ويسعى الفريقه إلى تطوير الجهاز ليتمكن من شحن اللابتوب والكاميرات الاحترافية إحنا شغالين حاليا على تطوير الجهاز بتاعنا بإحنا نخليه يتعامل عن طريق بلوكس كل بلوك ممكن نشحن جهاز مختلف زي اللابتوب، الكاميرات البروفيشنال أو أي جهاز تاني والجهاز ده إن شاء الله ناوي إن إحنا نصدره برا مصر